أسرة تتكون من خمسة أفراد رجل وزوجته وأم الزوجة وطفلين بنت في سن السادسة وولد في الثامنة هذه الأسرة تسكن خارج العاصمة وذات يوم مرضت الزوجة فذهبت إلى المستشفى وأجري لها الكشف والفحوصات وتبين أنها تعاني من مرض خطير فقال الطبيب للأب يجب أن تخضع زوجتك لعملية في أسرع وقت رجع الأب وزوجته إلى المنزل وهو حزين لأنه لا يملك المال ثم تذكر أن لديه أصدقاء في العاصمة فقرر الذهاب إليهم ليقترض منهم المال ويجري العملية لزوجته من شدة المرض كانت نساء الجيران يأتين لزيارة الأم وعند خروجهن كانت كل واحدة منهن تدعو لها بالشفاء وتقول أسأل الله أن يشفيك ويرزقك العافية كان الطفلان يستمعان لدعاء النساء لوالدتهما ويسمعان اسم الله فسألا جدتهما من هو الله وأين يكون وهل إذا دعوناه يسمعنا ويشفي أمنا تعجبت الجدة من سؤال الطفلين وقالت الله هو من خلقنا وتكفل بنا وهو في السماء يسمع دعاءنا ويحقق ما نطلبه وخاصة منكم أيها الصغار لأنه يحبكما كثيرا جعل الطفلان حديث الجدد في أذنيهما وفي الصباح ذهب إلى المدرسة وعند خروجهما ذهب إلى البائع واشتريا ظرفا ليبعثا برسالة وفي المنزل قام الإبن بكتابة الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم تعال يا الله وأسعف أمنا المريضة لقد تأخر والدنا ولم يعد من العاصمة والمرض قد اشتد بوالدتنا لقد قالت جدتنا أنك رحيم رؤوف وتحب الصغار وتستجيب لمن دعاك يا الله لا تخيب أملنا فيك سوف ننتظر السيارة التي ستسعف بها والدتنا في رأس الشارع وكتب في آخر الرسالة هذه رسالة من فلان وفلانة إلى الله وكتب اسمه واسم أخته ثم وضع الرسالة داخل الظرف ولم يكتب العنوان خارجها وذهب ووضع الرسالة في صندوق البريد في نهاية الشارع أتى ساعي البريد وأخذ الرسائل من الصناديق إلى مكتب البريد وأثناء فرز الرسائل تعجب أحد العاملين من هذه الرسالة التي لم يكن عليها عنوان ففتحها ووجد فيها قليل من الورد وعندما قرأ الرسالة أخذ يبكي وحدث الضجة بكاء كلما قرأ عامل الرسالة حتى جاء المدير وقرأ الرسالة فبكى أيضا وظل متعجبا من براءة هذين الطفلين وفطرتهما السليمة ونطرتهما إلى الله وتقربهما إليه ثم قام بجمع العاملين للتبرع بمرتباتهم كاملة لأم الطفلين ثم توصل المدير لعنوان الطفلين واستقل سيارة إسعاف واتجه نحو المنزل وكان الطفلان ينتظران سيارة الله في رأس الشارع فلما أتت سيارة الإسعاف شاهدها الطفلان فصاحا بصوت مرتفع وهما يركضان نحو السيارة بكل حب وفرح الله جاء شكرا لك يا الله كان السائق والمدير يفكيان وهما ينظران إلى الطفلين وهما يستقبلان السيارة ويرددان كلمة الله جاء ثم توجهت السيارة إلى المنزل وأخذوا الوالدة إلى المشفى وأجريت لها العملية بنجاح وعندما تأخر الأب في العودة وسأل الطفلان عنه قالت لهم الجدة لقد نسي والدكم الله ولجأ إلى أصدقائه فتأخر كثيرا أما أنتما فقد ذهبتما إلى الله فكان الله بالقرب منكما واستجاب لكما فهو سبحانه القائل أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تعود شاب يمتلك السيارة على القيام بتوصيل أحد جيرانه إلى عمله يوميا دون مقابل بالرغم من عدم وجود علاقة بينهما فسأله جاره هل تفعل ذلك دائما مع كل من تقابله في طريقك وأنت ذاهب للعمل فقال له منذ أن سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له قلت سأجعله بابا لي من أبواب الخير ومنذ سنوات وأنا أواضب على هذا وسأخبرك ببركة هذا الأمر لقد نجاني الله من حوادث موت محقق وأنا أعتقد أن ذلك بفضل العمل بهذا الحديث أعجب الجار بكلام صاحب السيارة وبعد فترة فتح الله عليه واشترى سيارة جديدة واعتاد يوميا وهو ذاهب إلى عمله أن يقوم بتوصيل امرأة عجوز تبيع الجبن على الطريق وفي وقت خروجه تكون قد انتهت من بيع الجبن فيأخذ منها الوعاء ويضعه في شنطة السيارة ويوصلها إلى مبتغاها مر هذا الشاب بأزمة كبيرة كادت أن تدمر حياته حيث أقرض قريبا له مبلغا كبيرا وبسببه استدان من صديق له على أن يسدد له ماله في نفس الموعد الذي حدده له هذا القريب وعندما جاء موعد السداد منذ أسبوع وكان في حاجة ماسة ليرد لصديقه ماله لم يجد هذا القريب وسمع من البعض أنه سافر مع أسرته لدولة أخرى فمرت الأيام على هذا الشاب وهو لا يأكل ولا ينام مستريحا ولا يتحدث كما كان إلى أهل بيته وفي أحد الأيام لحظت العجوز أن هذا الشاب كئيب على غير العادة فسألته عما به فقال لها عندي كرب شديد يا أمي ما لم ينتهي اليوم سأضيع فتحركت العجوز للأمام ونظرت من زجاج السيارة الأمامي إلى السماء وقالت اللهم فرج كربه اليوم اليوم يا الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هز الشاب هذا الموقف وكاد يقول لها كيف تتكلمين مع الله هكذا ولكنه تذكر سريعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره فانشرح صدره ونسي تماما ما أهمه وأحزنه وعاد إلى البيت يضحك ويمزح مع زوجته فسألته بدهشة هل هناك جديد؟ فقال لها لا لكني متأكد أن الله لن يضيعني وبعد أن صلى العشاء في المسجد وهم بالخروج فوجئ بقريبه الذي عليه الدين داخل المسجد يبتسم له ويعتذر عن تأخره وبعدما خرج معا أعطاه المبلغ كاملا وشرح له سبب تأخره أسبوعا عن موعد السداد فابتسم الشاب ونظر إلى السماء وهو يقول هذه بركة تعلم حديث واحد والعمل به وتعليمه فكيف بمن تعلم دينك يا الله وعمل به وعلمه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين سيدة ثرية في الثلاثين من عمرها وهي مطلقة بسبب حدتها وتعاليها على زوجها في صباح أحد الأيام استقلت سيارتها الفارهة وتوقفت أمام بائعة بيض وجبن فقيرة وسألتها بكم تبيع البيضة فأجابتها البائعة جنيه للبيضة الواحدة يا سيدتي فقالت لها بغرور أخذ عشر بيضات بثمانية جنيهات أو أرحل فأجابتها البائعة خذي كما أردتي عسى الله أن يفرج عنا فأخذت السيدة البيض وهي تشعر بالنصر ثم ركبت سيارتها الفارهة وانطلقت لتمر على صديقتها كي تصحبها معها إلى أحد المطاعم وبالمطعم طلبت ما طاب لها هي وصديقتها وقد أكلت وصديقتها القليل وتركتها الكثير وعندما جاءها العامل بفاتورة الحساب وجدتها بمائتين وثلاثين جنيها فأخرجت مائتين وخمسين جنيها وذهبت لصاحب المطعم وقالت له الباقي لكم ثم تركت صديقتها واستقلت سيارتها وسارت على الخط السريع وفجأة تعطلت سيارتها فنزلت ولوحت بيدها للسيارات المسرعة لكن لم يقف أحد لها وبعد وقت طويل توقفت سيارة قديمة الصنع يقودها شاب بسيط فنظرت إليه وإلى السيارة وترددت هل تصعد أم لا ظن منها بأن كل من يراها سيعلم بثرائها ويطمع فيها ولكنها صعدت بعدما استمعت القرآن الكريم من تسجيل السيارة وفي الطريق سألت الشاب عن اسمه وعمله فأخبرها وعلمت أنه جامعي ويعمل سائق أجره فاطمأنت قليلا وعندما وجدت الشاب مؤدما ولم يلتفت إليها لحظة واحدة عاتبت نفسها فيما بينها وأنبت ضميرها لسوء ظنها وقررت أن تعطيه كل ما سيطلب من الأجره وفي الطريق استأذن الشاب من السيدة وتوقف عند بائع ذرة عجوز وأخذ بعض الذرة ثم أعطاه مبلغا أكبر بكثير من ثمن ما أخذ فقالت له السيدة لقد دفعت أضعاف ثمن ما أخذت ابتسم الشاب وقال لها يا سيدتي هذا رجل فقير وقد تعلمت من أبي هذا الصنيع فقد كان يشتري من بضائع البسطاء بأغلى الأثمان رغم أنه لا يحتاجها وعندما عبرت له عن انزعاجي وأنا صغير قال لي يا بني هذه صدقة مغلفة بالعزة لن تكلفنا الكثير ولكنها ستسعد المحتاج كثيرا شعرت السيدة بحزن شديد على ما فعلت مع البائعة الفقيرة وبالقرب من منزلها طلبت النزول وقالت للسائق كم حسابك فقال لها لا شيء أجرت أن تفعل الخير مع من تجديه دخلت السيدة بيتها وهي في ذهول ثم أخذت مبلغا كبيرا من المال وذهبت إلى بائعة البيض وهي تتمنى أن تجدها وبالفعل عندما وجدتها أعطتها كل ما معها فلم تصدق البائعة ما ترى فقالت للسيدة وهي تبكي الحمد لله الآن سأذهب إلى بيتي أستطيع الآن أن أحضر العلاج لابنة المريضة شعرت السيدة بسعادة لم تشعر بها من قبل وفي صباح اليوم التالي فوجئت بطليقها يأتي لها ومعه ابنهما الذي منعها من رؤيته بسبب سوء تعاملها معه وإهانتها له وقال لها سأترك لك ابنك وسأغادر البلاد وأتمنى أن أعود بعدما أصبح ثريا مثلك حتى لا تعيريني أو تعايري ولدي فيما بعد بأن والده من البسطاء الفقراء لم تترك السيدة طليقها يرحل بل طلبت منه أن يعيدها إلى عصمته ومنذ ذلك اليوم وهي تتعاطف مع البسطاء بعدما عادت إلى الله وبدأت تصلي وتقرأ القرآن وتستغفر الله على ما كان منها ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يقول أحد المدرسين بجدة وأنا في غرفة المدرسين صببت كأس شاي لأشربه فضرب الجرس ولأن مدير المدرسة شديد جدا ويحب أن يتوجه المدرسون للصف عند قرع الجرس فورا ولأن الشاي حار جدا رأيت عاملا فلبينيا فابتسمت في وجهه وأعطيته الكأس في اليوم التالي جاءني العامل الفلبيني وقال لي أنه متفاجئ فهذه أول مرة يرى ابتسامة مدرس في وجهه بل ويعطيه كأسا من الشاي وكأن هناك شيء خطأ لقد فوجئت أنا بهذا الكلام من هذا العامل البسيط ووقفت في غاية الحرج أمامه فقلت له أردت أن أكرمك ونحن مسلمون وهذا من خلقنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فرد علي بكلام زاد من إحراجي وتأنيبي لنفسي وذلك عندما قال لي لي هنا عامان لم يكلمني أحد مكثت هنا عامين لم يكلمني أحد منكم بكلمة أو يبتسم لي بابتسامة ثم فاجأني بمفاجأة أدهشتني عندما أخبرني بأنه يحمل شهادة الماجستير في العلوم وأن شدة الفقر جعلته يقبل بهذه الوظيفة في بداية الأمر لم أصدقه وأردت أن أختبره فدعوته للبيت حيث كانت ابنتي في الصف الحادي عشر ولديها سؤال في العلوم ثم أطلعته على موسوعة العلوم باللغة الإنجليزية فأجاب بطلاقة ما بعدها طلاقة فتأكدت حينها من صحة كلامه من يومها ظل هذا الصديق الفلبيني يزورني كل جمعة وبدأت في كل لقاء أحدثه عن الإسلام وأعامله أفضل معاملة بإخلاص وحب حقيقي وبعد شهرين أعلن إسلامه ثم أقنع أكثر من عشرين من أصدقائه بالإسلام والسبب ابتسامة مع كأس شاي فقلت في نفسي صدقت يا رسول الله يا من قلت لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون استعانت سيدة بخادمة فلبينية لتهتم بالبيت وابنيها أثناء عملها هي وزوجها وكان الطفلان من الذكور أحدهما ست سنوات والآخر عمره عامين وقد جاءت الخادمة دون رغبة الزوج الذي كان يفضل أن تقوم زوجته بدورها مع بيتها وابنيها إلا أن الزوجة رفضت فكرته وجاءت بالخادمة واعتمدت عليها اعتمادا كليا وقد كانت الخادمة أمام الوالدين مثال العمل الجاد والالتزام والنظافة والترتيب لذلك كان يتركان المنزل في الصباح ويعودان عصرا إلى البيت فيجد كل شيء مرتبا ونظيفا وفي أحد الأيام شعرت الأم بإرهاق شديد في العمل فاتصلت بزوجها وأخبرته بتعبها المفاجئ وأنها ستعود للبيت فحزن لتعبها وأخبرها بأنه سيصل الظهر في المسجد القريب من عمله ثم يعود للبيت عادت الزوجة وفوجئت بعدم وجود الخادمة بالبيت وأيضا ابنها الصغير وعندما سألت والدها الأكبر أين ذهبت الخادمة وأين أخوه وقف في خوف شديد وارتباك ولم يرد عليها ودخل غرفته يبكي دارت الظنون برأس الأم واستطاعت التغلب على ألمها وتحكمت في أعصابها وتعاملت مع ابنها بحنان كبير فاطمأن الإبن وقال لها وهو يبكي أريد أن أخبرك ولكن أخاف من سكين الخادمة فهذه الخادمة كانت تضع الدم على السكين وتقول لي أنها قتلت أباها وأمها وأن هذا هو دمهما وإن لم أسمع أنا وأخي كلامها وننفذ أوامرها ستفعل من ما فعلته بوالديها وأنها منذ شهرين بعد مغادرتك وأبي للبيت تأخذ أخي وتعود به قبل مجيئكما وعندما كان أخي يرفض الذهاب معها أو يبكي كانت تلجأ إلى وضع شفاطة المكنسة الكهربائية في جسده وتقوم بتشغيل دورة الشفط إلى أن ينهار أخي تماما من شدة الألم فتأخذه معها كادت الأم أن تنهار بعد الذي سمعت ولكنها تحملت وانتظرت عودة الخادمة بابنها وفجأة جاء الزوج ومعه الخادمة وابنه وفي غضب شديد قال لزوجته خرجت لأداء الصلاة في المسجد وعندما خرجت كانت المفاجأة لقد وجدت الخادمة تتسول بابني وهو في حالة يرثى لها حاولت الأم الاعتداء على الخادمة إلا أن زوجها منعها حتى لا ترتكب جريمة معها وقال لزوجته بالنسبة للخادمة فسأقوم بترحيلها غدا وأرجو أن تكوني قد اقتنعت بمعارضتي لوجود خادمة فكل سيدة تفضل العمل على مسؤوليتها الأولى وهي بيتها وأطفالها وتترك هذه المسؤولية للخادمة فإنها تدفع الثمن غالية وفي اليوم التالي رحلت الخادمة وقررت الأم التفرغ لتربية ابنيها ومعالجتهم من الآثار الصحية والنفسية التي تسببت الخادمة فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم زوجة شابة رزقها الله قلبا مؤمنا خاشعة اعتادت ألا تفوت صلاة الفجر لسنوات طويلة وذلك منذ طفولتها حيث كان والدها يوقضها لتصلي الفجر مع أمها وأختها في البيت ويذهب هو وشقيقها إلى المسجد وذات مساء وبعد أن صلت صلاة العشاء ذهبت إلى بيت أختها القريب منها لتساعدها بعد أن وضعت مولودها الأول ثم عادت مع زوجها بعد منتصف الليل مرهقة فنامت وفاتتها صلاة الفجر رغما عنها وعندما استيقظت وعلمت أنها لم تصلي الفجر اعتصرها الهم وشعرت بحرقة ألم وكأن بين جوانبها نارا تسري حسرة على فوات هذه الشعيرة العظيمة فقررت معاقبة نفسها بأن تظل يومها بأكمله تصلي وتستغفر حتى تشعر بالطبأنينة والسكينة التي فقدتها لأول مرة منذ أن كانت طفلة وعندما اعتادت على صلاة الفجر ذهب زوجها إلى العمل ورأها عاكفة في مصلاها وبعد عودته كانت لا تزال في مكانها تبكي وتتضرع نمى الزوج قيلولته وبعد استيقاظه كانت زوجته في مكانها أيضا وجلة ومنكسرة لربها ثم ذهب الزوج لصلاة المغرب وبعد الصلاة انطلق مباشرة إليها فوجدها في مكانها تدعو الله بدموعها فأخذ يقبل رأسها ويضمها وهو يبكي بدموع عينيه ويقول لها والله لن أعود إليها والله لن أعود إليها كان زوجها قد خطب فتاة أخرى دون علمها وفي ذلك اليوم كان ينوي عقد قرانه بها وحين رأى حرقة زوجته التي لم يدر ما سببها ظن أنها قد علمت في الأمر وتتحسر على قرب زواجه عليها فرق قلبه وحلف أن لا يتزوج عليها أبدا لقد جعلت هذه الزوجة الصالحة همها في إرضاء ربها فأرضاها الله في زوجها وكما جاء في الحديث الصحيح من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد كفاه الله هم دنيا ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبالي الله في أي أوديته هلك ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر